في تعز تتوالى الأيام والشهور والأعوام وتبقى الحرب والمعاناة الثابت الوحيد في هذه المدينة التي ينام سكانها على أصوات المدافع ويصحون عليها استمرار الحياة هنا لا يعني التعود على أجواء الحرب التي أصبحت أمرا اعتياديا بالنسبة للسكان وحسب بل تعني الافتقار إلى البدائل الآمنة بعد أن اجتاحت الحرب كل مناطق المحافظة استراتيجية حرب الاستنزاف والاعتماد على أساليب الكر والفر في خوض المعارك جعلت الأحداث تبدو متشابهة ظاهريا لكنها أيضا لا تخلو من جديد الدم المتدفق كل يوم حتى أن المدينة تبدو كما لو أنها مخيم عزاء كبير تلك هي الصورة مجملة أما في الجديد فمواجهات عنيفة في حي الزنوج اندلعت إثر هجوم للميليشيا على مواقع الجيش الوطني ومثلها أيضا تدور عند أسوار معسكر التشريفات ليست المواجهات مع الميليشيا وحدها ما تؤرق المدينة بل إن موجة الاغتيالات التي ضربت المدينة مؤخرا أصبحت ثقلا آخرا يضاف إلى كاهل الأهالي الذين يحيط بهم الموت من كل جانب وفي جديد هذا الملف أكد مصدر في اللواء 22 ميكا أن دوريات عسكرية تابعة لقوات اللواء تمكنت من القاء القبض على خمسة من العناصر المطلوبة أمنيا على خلفية اغتيالات استهدفت عددا من أفراد الجيش وذلك بعد مداهمات لمنازل في حي الجمهوري وبالانتقال إلى ريف المحافظة فالحال لا يختلف كثيرا خصوصا في قرية أعماق التابعة لمديرية الصلو التي صحى سكانها على حملة دهم واسعة اعتقلت خلالها الميليشيا العشرات من الأهالي واقتادتهم إلى أحد معسكراتها الأحكوم هي الأخرى تتعرض لقصف مستمر من مساء الأمس حيث تسعى الميليشيا للتقدم باتجاه مواقع سيطرة الجيش لكن محاولاتها تلك مثل كل مرة باءت بالفشل